انتهى مجلس الامة ديسمبر 2012 بحكم المحكمة الدستورية وبدأ نوابه بحزم امتعاتهم عن طيب خاطر وتسليم ودون اي اعتراضات او بيانات مناهضة او مشككة بالحكم بل ترك نوابه تاركة من الانجازات التي اعتبرها المراقبون انها الاكبر من حيث الانجازات قياسا بالفترة الزمنية التي قضاها المجلس وبعد مائة وثمانين يوما عقد خلالها ثلاثة وثلاثين جلسة تمكن من اقرار مائتين وخمسة وعشرين تشريعا منها ثلاثة واربعون قانونا ابرزها حماية الوحدة الوطنية وهيئة مكافحة الفساد وعدد من القوانين الاقتصادية وفي الجانب الاخر اشهد مدرس الوزراء باجتماعه ظهر اليوم بمضامن كلمة صاحب السموة التي وجهها للمواطنين بما تضمنته هذه الكلمة الجامعة من معاني وتوجهات سامية مشيرا الى منتهت اليه المحكمة الدستورية من حكم تاريخي يعكس ايمان الكويتين بدولة القانون والمؤسسات بحث مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي برئاسة سمو الشيخ جابل المبارك رئيس مجلس الوزراء كلمة حضرة صاحب السمو الأمير التي وجهها للمواطنين مساء وامس في عقاب صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن الطعون الانتخابية المقدمة من بعض المواطنين مؤكدا انه لن يدخر جهدا في ترجمة هذه التوجهات وتحقيق قاياتها بما يؤدي الى تعزيز الوحدة الوطنية وتطوير المسيرة الديمقراطية ودفع مسيرة الانجاز والتنمية في البلاد وقد اشهد مجلس الوزراء بمضامين كلمة صاحب السمو الأمير بما تضمنته من معاني وتوجيهات سامية منوها بما انتهت اليه المحكمة الدستورية من حكم تاريخي يجسد حقيقة ساطعة وانجاز حضاري يعكس ايمان الكويتيين بدولة القانون والمؤسسات والاحتكام الى المرض طالب عضو مجلس الامة المبطلة نائب عبد الحميد دششي اليوم باحالة كل من كان مسؤولا على الجهات الحكومية القائمة على الانتخابات الاخيرة الى المحاكمة محاكمة المتسببين فورا ابتداء من رئيس الوزراء ومن اعانه من الوزراء ورئيس الفتوى والتشريع ومستشاري مجلس الوزراء والديوان الاميري وكل من كان له خط حرف باي اجراء خلال اية مرحلة من مراحل تنظيم العملية الانتخابية او اصدار مراسيم الضرورة ذات الصلة والعلاقة بتشكيل اللجنة الوطنية العليا للانتخابات اشتركوا في القناة